في 1986 قبل حوالي 32 سنة نادي الهلال كان يستضيف في الرياض بطولة مجلس التعاون بطولة كأس الخليج للأندية وجته مباراة حساسة مع العربي الكويت أنا أبغى جمهور الهلال بالذات الشباب الآن يسمعون هذه القصة التي فيها ملحمة كبيرة لجيل الرواد من مدرجات نادي الهلال لن أتحدث عن النادي ولن أتحدث عن اللاعبين أتكلم عن المدرجات زي ما اللاعبين فيهم نجوم زي ما أعضاء شرف الهلال أو رؤساءه كان طوال مسيرة الهلال التاريخية في نجوم أيضا في مدرجات الهلال في نجوم 1986 الهلال لو تصبر أنت يا سيد محمد بس وربنا يهديك وتصبر بس لو تصبر ربنا يكرمك نادي الهلال في هذه المباراة كان عنده مباراة ضرورية يلعبها مع العربي الكويتي هذه المباراة كان لازم الهلال يفوز فيها كان لازم يفوز فيها وكان محتاج دعم جماهيري كامل وسبحان الله تستكي الغيوم وتنزل يعني يوم كامل حنفية مفتوحة أمطار غزيرة جدا جدا وهوى قوي جدا جدا بالأيام هذه بطريقة تجيل الأيام هذه لن يذهب أحد تحت حنفية مفتوحة فوقراسو مش أمطار خفيفة حنفية بركة موية شوفوا منظر ملعب الملز في هذا اليوم الماطر شوف اللاعب الملعب غرقان الملعب غرقان شوف المدرجات فل ما في مقعد واحد فاضي عشرات الألوف من المجمهور الهلالي حضر المباراة بالرغم من الأمطار الشديدة والريح القوية تخيل تجلس يعني لا تخيل في هذه المباراة وأخذ الكاس أخذ شال صالح النعيمة كأس البطولة تخيل يعني عشرين ألف على أقل خمسة عشرين ألف حاضرين على أقل عشرين ألف منهم جتهم في الونزة تخيل تقعد تحت المطر ثلاث ساعات وهوى قوي بارد ويرجعك الهلال مبسوط لبيتك قصة تروى وسيرويها الأباء للأبناء من أنصار نادي الهلال حتى جمهور الهلال عنده تاريخ طويل من الإنجازات والدعم الحضور على فكر رغم البرد رغم المطر ما كانوا يحضرون يتفرجون حماس وتشجيع دوروا عليها في اليتيوب اكتبوا الهلال والعربي الكويتي كاس الخليج 1986 بتشوفون العجب خلنا نروح الفاصل